السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتوا طيبين هنعمل النهاردة مندي الدجاج الفاخر مع الارز النسري ومعاه صلطة الدقوس الخطيرة وصلطة الدقوس دي ما بتتكلش الا مع البرياني والمندي والمشويات اهم ما يميز المندي ان الرز بتاعه نسري ومفلفل جدا وكمان الفراخ بتاعته بتكون طرية جدا زي الزبدة هنشوف ازاي نعمله زي الجاهز بالزبط والرز بتاعه بنفس الطعم وبنفس اللون وكمان الفراخ طرية جدا وزي الزبدة ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا كل الوسطات الجديدة اول حاجة هنبتدي بالفرخة وحجم الفرخة حسب الرغبة ممكن فرخة كبيرة زي دي وممكن فرخة صغيرة اول حاجة هنقطع الجزء الرفيع اللي بيكون في الجناح الجزء ده مش مهم خالص وكمان بيتحرق في الفرن دلوقتي هنقطع الفرخة او هنشق الفرخة من عند سلسلة الظهر وهنفتح الفرخة بادينا بالشكل ده وبيكون في عظمة موجودة في نص الفرخة العظمة دي لازم نكسرها نضغط عليها بادينا عشان تكسر بعد كده هنقلب الفرخة الناحية التانية وهنضغط على صدر الفرخة او الجزء ده بادينا جامد جدا عشان الفرخة تتفتح معانا تماما بالشكل ده وهنضبط شكل الفرخة هندخل الاوراق لجوه ونضبط كمان الاجنحة هنحتاج صنية فرن ونحط فيها بصلة مقطعة قطع صغيرة او مبشورة وهنضيف على البصلة دي معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وندعك البصلة مع التوابل دي كويس جدا ونركن الخلطة دي في جنب في الصنية ونجيب الفرخة بتاعتنا ونحطها في الصنية وندعك الفرخة بتاعتنا بالخلطة دي كويس جدا والخطوة دي مهمة جدا لازم الفرخة تدعك كويس جدا في كل جزء منها بين الاوراق وتحت الاجنحة وكمان عند الرقبة بعد كده هنحط الصنية بالفرخة على نار تحت المتوسطة بشوية وهنحط في صنية الفرن تحت الفرخة كبايتين كبار من المياه لو الفرخة بتاعتك صغيرة كفاية كباية واحدة من المياه وهنغطيها وهنسيبها تستوي تلت تربع سوى يعني حوالي ساعة لربعة لنار تحت المتوسطة زي ما قلتلكم وهنجهز التدبيلة التانية بتاعة الفراخ معنا معلقتين كبار من الزبادي نضيف عليهم معلقة صغيرة خالص من الملح ومعلقة صغيرة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ونص معلقة صغيرة من الكوركم ونص معلقة صغيرة من الكاري وربع معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر ومعلقتين كبار من الصلصة وهنعصر عليهم لمونة وهنقلب الخلطة دي كويس جدا وبعد ما فرختنا اللازيزة تستوي تلات تربع سوى هندهنها بالخلطة دي كويس جدا هندهن كل جزء فيها وما تنسوش عند الرقبة وتحت الأجنحة وبين الأوراك بعد كده هندخلها الفرن على الرف الوسطاني على أعلى درجة حرارة لمدة نص ساعة أو ساعة لربع بعد كده نشغل عليها الشوية عشان تتحمر أو تتشامع دلوقتي هنعمل رز الماندي الجميل معانا حل على نار متوسطة هنحط في الحلة دي ربع كباية من الزيت وهنسيب الزيت يسخن شوية بعد كده هننزل عليه ببصلة متوسطة مقطعة شرايح وهنشوح البصلة دي لمدة ديئتين أو ثلاثة بعد كده هنضيف عليها أربع ورقات من اللوري وعود قرفة خشب وقرنفل صحيح وأربع وحدات من الحبهان الصحيح وكمان فلفل اسود صحيح وليمونتين مجففين أو لومي مجفف وهنشوحهم مع البصلة لمدة ديئة واحدة بس بعد كده هنضيف ليهم الرز البسمتي أو رز الكبسة وطبعا أنا غسله كويس جدا من الميا الميا بتاعته لازم تكون بيضة خالص ومصافيه كويس من الميا وهشوح الرز مع المكونات دي لمدة ديئتين أو ثلاثة عشان يتحمص وياخد من طعم البصل وطعم التوابل والزيت بعد كده هضيف ليه التوابل معانا معلقتين صغيرين من الملح لكل كباية كبيرة رز بس متي معلقة من الملح ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر ونص معلقة صغيرة من الهيل أو الحبهان المطحون ومكعب مرد الدجاج وده اختياري وهنشوح المكونات دي مع بعضها لمدة ديئتين أو ثلاثة وهنضيف ليهم حباية فلفل حامي وده اختياري ممكن ما نضفهاش دلوقتي هنضيف الميا المغلية لكل كباية رز بسمتي كبايتين اللي ربع من الميا المغلية وما تخافوش لو مية الرز البسمتي زادت ما بيحصلش حاجة خالص الرز البسمتي صعب انه يعجل وهنقلب الميا دي مع الرز وهنغطي الحلة ونسيب الميا تغلي مع الرز تاني بعد كده هنكشف الحلة ونقلب الرز تقليبة ونوطي النار شوية كمان ونغطي الحلة ونسيب الرز يتشرب كل الميا اللي فيه الرز كده هشرب الميا اللي فيه بس لسه ما استواش معانا كباية صغيرة من الميا هنضيف لها نقطتين أو ثلاثة من لون الطعام الأصفر ونقلب الميا مع لون الطعام ده بعد كده هناخد لون الطعام ده ونضيفه على الرز وما بنضيفش على سطح الرز كله بنضيف على اماكن واماكن نسبع فضل وكمان نضيف شوية زبيب لو حبين والزبيب ده انا غسلها قبل ما اضيفه على الرز ونغطي الحلة ونوطي النار خالص ونسيب الرز يكمل سوا ودي الفرخة بعد ما طلعت من الفرن دلوقتي هنعمل تكاية بسيطة او حركة بسيطة جدا تخلي الفرخة بتاعتنا مدخنة زي المندي اللي بنشتريه منبره بالضبط هنجيب غطى بطرمان وهنحطه في الصينية جنب الفرخة كده وهنكون مسخنين فحمية على النار نحطها في غطى البطرمان ده وهنجيب معلقة وناخد شوية من الصوس اللي جنب الفرخة وننزله على الفحمية دي بعد كده هنغطيها ونسيبها لمدة عشر دقيق متغطية دلوقتي هنعمل قطعم صلط الدكوس ممكن تكوني كلتيها في حياتك هنجيب طماطمتين متوسطين ونقطعهم ونحطهم في كبة الخلاط وممكن في الخلاط العادي ونضيف عليهم في الفلاية صغيرة رومي هنقطعها برضو ونضفها على الطماطم بدون البزور بتاعتها وكمان في الفلاية كبيرة حرائة وبردو هنقطعها ونضفها على الطماطم بدون البزور بتاعتها ونضيف عليهم كمان اربع فصوص من الطم وكمان هنعصر عليهم لمونة وكمان هنضيف عليهم معلقة كبيرة من صلصة الطماطم ونصم عليها صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من البابريكا ونص كباية من الميا وهنفرم المكونات دي مع بعض كويس جدا بعد كده نفضيها في أطباق التقديم عاوز اقولك ان طعم الصوص ده حكاية جميل جدا وده رز المندي الجميل بتاعنا بعد المستوى هنشيل الزبيب من على سطح الرز زي ما انتم شايفين كده بمعلقة عشان هنزين بالزبيب صنية المندي في الآخر خالص بعد كده بمعلقة هنقلب رز المندي مع بعضه عشان اللون الاصفر يختلط مع اللون الابيض بعد كده نفضي الرز بتاعنا في صنية جبيرة ودي صنية التقديم شايفين الرز بتاعنا من فلفل ونسري والحباية بحبتها ازاي وكمان لونه جميل جدا زي مندي المطاعم بالزبط وكمان طعمه لذيذ جدا زي مندي المطاعم بالزبط ويمكن احلى دلوقتي هنشيل الحلة كلها ونفضي الرز بتاعنا في الصنية زي ما انتم شايفين كده وهنحط الفرخة بتاعتنا فوق الرز زي ما انتم شايفين كده وهنزين الرز بالزبيب زي ما انتم شايفين كده وبس كده احنا كده خلصنا عاوز اقول لكم لو عملتوا مندي الدجاج بالطريقة دي هتعتمدوا الطريقة دي على طول والفراخ بتاعتنا جوسي وطرية جدا وطعمها جميل جدا وكمان عملنا صلطة الدقوس بطريقة لذيذة وجميلة جدا وممكن كمان يتاكل جنبه صلطة الزبادي بالخيار وبالهنة والشفا مقدما ما تنسوش تتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة